فيديو حق تعرف هذا رشيد بطار اللي هو الشاذة اللي عفس الدنيا مالالادفانست ميديسن في نورد كارولانا ونفسه لزيتلك فيديو بعد لا انا شايف فيديوهاتها من قبل عن كورونا قاعد تكلم اي انا دازلك بعدها هذني قاعد تكلم عن الجي فايف اي 5G وتكلم عن شيء ثاني جي فايف جي او 5G فتكلمهم على موضوع الكمم قال بالولايات المتحدة الامريكية كلها ما في قانون يجبورك تلبس كمم صحي اكو واحدة طلعت قالت شنو بعد اذا ياك احد قال لك البس كمم قلنا انا الضايق ما اقدر مدام قلت كلمة الضايق ما احد لحق قلك شيء وحاطي الرغم تلفون حق وزارة العدل هناك ترفع التلفون وزارة العدل انا فارضين علي البس كمم وانا اختنك لو صار فيني شيء منو بتحمل زين بس اذا كان مكان بالدشة وما يسمح الدخول فيه الا بكمم انت ما الدش اشتكي بس ما قاتب لك انا لحظة لان في تصنيفات معينة ولا هوا مستشفى ولا هوا صيدلية ولا هوا مكان اللي يتعامل مع جرافيم ولا هوا مكان عسكري يلبس شيء طيب بالطيارة يلبسون قعدوا من غير كمام بالطيارة يقعدوا من غير كمامات بامريكا صح صح لانا قال اش كرة قال شغلة لهذا الدكتور قال يبقى شنو الفايروس اللي بيطير يعني هذا ناس ينحان وايد حاجة يتكلم عننا انا ما قاعد عن قول حق الناس في فيديوهات حقا مترجمة لازم تشوف لا ما دي انا ما اقول لك يعني يا يقنعك يا تقول لا هذا كلام اخر والله انا مقتنع بكلام يعني مثل مثل احيان اللي اللي الدخل الزيقاري ما دخل لبرة صح ممنوع الدخل صح 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 فبالتالي انا اقول يمكن هذا مثل انا حطيت على محلي مثلا ممنوع الدخول الا بكمان نعم محلي انا كيف نعم انت مثلها بس مادش انا ما اقول اي محليك بكيفك صح لان انت لك حق اي انا كيفي لك حق حسب قانونهم اي لك حق ترفض تقديم الخدمة لأي شخص ان كان بالضبط اي شخص انا ما بيقدم لها خدمات يتحط الشروط ما تكون شروط لا عن سوريا لا 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 ما لها شغل اي هما شي طريقاتهم